بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الورائي النهاردة حبايبي عندي وصفة جميلة جدا الوصفة ديت عتكون وصفة مغزية للبشرة وبتعالج كمان بهتان البشرة ومع تكرار الوصفة باستمرار حبايبي عتخلص البشرة من التجاعد اللي بتكون موجودة فيها نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض الوصفة معانا عتحتاج ليه اول حاجة حبايبي هنحتاج لاثنين معلقة كبيرة من الشعير المطحوقنا وهنحتاج برضو معلقتين كبيرة معلقتين صغيريقنا من اوراق النعناع الناشف ويكون مطحون نعيقنا وهنحتاج معانا معلقتين كبيرة من العسل البيض وثلاث معلقتين كبيرة من اللبقنا هنبدأ حبايبي في طريقة الاستعمال اول حاجة اعتبداي لانت بتخليط الشعير معلقتين الشعير اللي هو الكبيرة اللي مطحون نعيق نعم عتبداي لانت تخليطيهم مع معلقتين صغيرين من اوراق النعناع عم تقليبيهم مع بعض وتبداي لانت تنزلي عليهم بعد كده بمعلقتين كبيرة من العسل البيض وثلاث معالق من اللبق نعم وبتقليبيهم مع بعض كويس لحد ما تبقى عاجينة معاك يعني مش عاجينة مسكة نفسها يعني يعني ولا سائلة قوي بحيس اللي انت تقدري اللي انت تدهني بها بشرتك يعني بعد كده حبايبي اعتقضي المسك ده هوت وبتفرديه بقى على بشرتك وبتسيبيه لمدة نص ساعة بعد المص ساعة بتبدأي حبايبي اللي انت بتشوفي بشرتك كده بالمية البردة وبعد كده هوت بتكراري الوصفة ديت يعني مرتين او تلات مرات كده في الأسبوع بتدي نتيجة كويسة جدا جدا مع تكرار الوصفة باستمرار حبايبي بتخلص البشرة من التجايد اللي بتكون موجودة فيها وكمان بتبقى مغزية للبشرة كمان الوصفة جميلة جدا جدا عشان كده حبيت اللي انا اشاركها معاكم النواردة حبايبي يارب كده تكونوا استفدتم بالفيديو وبالوصفة ويا ريت اللي لسه انتبعني لأول مرة فضلا وليس امرا حبايبي يا ريت اللي انتو تدعمونا بالاشتراك في القناة وما تنسوش فعالوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بقدموا في القناة كان معاكم حنان الوراء يومونادة وفاتحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة